السلام عليكم حبيبتي كديري اللبس عليكم انتمنى يا ربي هاد الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية واقتراحي اليوم غادي نقترح عليكم تشيز كيك بالشوكولات اللي كيجي اكثر من رائع غادي تشوفوا معي ان الوصفه هائلة جدا وكاد جلدي دو في واحد المدق رهيب جدا وغادي تشوفوا ايضا ان الطريقة السهلة بزاف ويمكن اي وحده وخا تكون مبتدئة في المطبخ غادي تقدر انها تحضرها تشيز كيك في وقت اللي غادي يكون قياسي وحتى المكونات غادي ندير معكم واحد المكونات اللي غادي تكون شوية اقتصادية ما غاديش تكون دوك النوعية اللي كتكون غالية شوية صراحة هاد الفيديو هادا زوين بزاف واهم حاجة ان المبتدئات غادي يعجبكم هاد الفيديو غير تبعوه معي من الأول للاخير لان هاد الوصفه هدي ديال تشيز كيك كتجيها الى جدا غير تيقوني فغادي نخليكم تكتشفوا معي المقادر مع الطريقة التحضير وفرجة ممتعة فاذا كيف معود تكون معي فدائما غادي نحضر معكم الطريقة ديال تحضير مع ذكر المقادر فوقت واحد باش نختصروا في الفيديو اذا غادي نحتاجون ميتين وستين جرام البيسكويت اللي كيكون مطحون انا طحنته مزيان وكنحتاجو جوج ديال ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو المور انا استعملت هنا الكاكاو المور الى كان عندكم الحلو فحتى هو يمكن لكم ديره وايضا يمكن لكم ديروا البيسكويت اللي كيكون دير الشوكولات ديال الاسود عوض انكم ديروا البيسكويت الابيض مع الكاكاو ومنعقة كبيرة من السكار غلاسي باش هكا اه نزلو هاديك المرورية اللي كي اعطينا اه الكاكاو هنيا كنحاول اناني نبس بس هاد المكونات جيدا وندخل الكاكاو مع البيسكويت والسكار في بعضياتهم ولبان يولياشي حبيبات ديال الكاكاو او السكار كنا نهرسهم هكا بديا باش ما يجيليش البيسكويت بشكل عشوائي فاذا غادي نحاول نجمع البيسكويت بثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة اللي دوبتها صراحة الملاعق قدرتهم اللي كيكونوا مملوئين جيدا ماشي ممسوحة ملاعق كبار من الزبدة دوبتهم وكنجمع بهم هاد البيسكويت كنا نحاول ان البيسكويت ديالي كامل اللي تلبس ليه بالزبدة كيفما كتشوفوا على هاد الشكل من الاحسن انكم تستعملوا الليد ديالكم باش هكا تشوفوا واش البيسكويت تلبس لكم بالزبدة مزيان او لا لا كنا ناخد طبق التقديم وغادي نوضع فيه الاطار اللي كيكون على هاد الشكل هذا انا اختارت هذا اللي كيكون كيتحل وكيتسد على شكل دائري اختارت فيه 26 سنتيمتر انتم ما يمكن لكم تدروا يا اما على شكل دائري او لا مربع على حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب ايضا القلب اللي متوفر عندكم من بعد كنا ناخد ملعقة وكنحاول انني انتبت البيسكويت على هاد الشكل هذا من الاحسن انكم تستعملوا كأس او لا شيئنا اللي يكون على هاد الشكل هذا وتتبركم مزيان باش هكي يتبت لكم البيسكويت مزيان على هاد الطريقة ومن اللي تشوفوا ان البيسكويت ديالكم تبت مزيان بهذا الشكل هذا فحاولوا انكم تاخدوا ملعقة تكون كبيرة واخدوا الظهر ديالها هو باش غادي تتبتوا الجوانب باش هاد طب من اللي ان شاء الله غادي نهز القلب او القلب ديال الكيك ما غاديش يجيني هادك البيسكويت بشكل عشوائي غادي يجيني مستاوي مزيان دابا غادي ندخلها لمجمد واحد لمدة ديال عشرة ديال التقايق وغادي نكمل معاكم الكريمة هنا يختارت ندير مية وعشرين جرام ديال النسلي او الحليب المركز المحلة تقريبا واحد كأس الا ربع بقياس كأس العنبة وغادي ندير ميتين وخمسين ميلي لتر من الكريمة السائلة اللي هي الكريم فريش اللي كتكون باردة جيدا اي ما يعادي الجوش ديال الكيسان غير مملؤين بقياس كأس العنبة وكنضيف هنا يا جوش ديال ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو المور وايضا جبن فهنا يا ما درت شنال ماسكاربون ميوستين جرام درت هنا الجبن وخاك تكون واحد النسبة قليلة ديال الملحة فماشي مشكل وخاك دك كيعطي واحد المدقة رائع جيدا انت ما غيجربون غادي يعجبكم بزاف فبالنسبة للجبن هادا كيضيف لي واحد الطعم اللي كيكون خيالي ويلا ما كانش متوفر عندكم فديروا اي جبن متوفر عندكم في المنزل ديالكم ماشي بالضروري هادا انا اختارت هاد النوعية هادا لاناني قلت لكم غادي ندير معاكم مكونات اللي غادي تكون اقتصاديا هادا شوية خيص كيدير عشرة درام هانايا خذيت الطراب الكهربائي وبديت كان نخلط على هاد الشكل هاد المرحلة هاد يمكن يمكن بتستعمله في هاد الطراب اليدوي غادي تغنيك شوية ديال المجهود هذه هي الكريمة كما تشاهده تجيزوين بزاف بواحد طعم هنا خرجت البيسكويت من المجمد ونضيف عليه الكريمة بالنسبة للبنات اللي كيبغيوا المقادر بقياس كأس العنباء فما غاديش بلا ما اتبرستو معايا هادي ان شاء الله نخليهم لكم صندوق الوصف مكتوبين بقياس كأس العنباء و بالقرام ايضا و بالنسبة للمكونات اللي استعملتها في هاد التشيز كيك ففي اخر الفيديو غادي نذكر معاكم المكونات كاملة مع ذكر التامن ديالها هنا ايو بعد مقادر الكريمة فغادي ندخلها المجمد لمدة ديال ساعتين تل 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 تسويه ومن بعد غادي ندوز باش غادي نحضر القرناشو الشوكولة غادي نحتاج فيه مية وعشرين جرام ديال الكريمة السائلة او كأس بقياس كأس العنباء غير مملؤ مع مية وعشرين جرام ايضا من الشوكولات الاسود بنسبة الشوكولات السوداء فيستحسن انكم تستعملوا نوعية جيدة باش يجيكم تشيز كيك بمدق اللي كيكون زوين هنيا كناخد كافرولة ووضع لها الكريمة السائلة ووضعها فوق الناحة كتسخن جيدا كناخد اناء ووضع فيه الشوكولات السوداء هرستها على هاتي الشكل باش هكا تدوب اليوم دغية ومتاخدش وقت بزاف هنيا بعد ما سخنت لها الكريمة السائلة فكن نضيفها على الشوكولات الاسود وكان خلي هاتي الشوكولات تقريبا 1-5 ديال تخيق حتى يبدك يدوب وصفيك كان بقى نحرك حتى كان تحصل على قاناش وشوكولات هاد القاناش وشوكولات في صراحة إلا استعملتوا فيه إلا استعملتوا فيه شوكولات اللي كيكون من نوعية جيدة را كيعطي واحد المادة قزوين كيولي على هاتي الشكل هذا بعد ما كيدوب كنضيف عليه هنا كإضافة ربع ملعقة صغيرة من الزبدة كنضيفة إلى ما تفرش فما كيلا شغير هو كتعطي واحد الرطوبة واحد اللمعة للقاناش ديالنا هنيا بعد ما خرجت الشيزكيك ديالي من تلاجة كيف ما كتشوفه هنيا كندير هاد اللاستيوس هادي باش يدوب لي الجوانيب ضغيه وتحيد لي القلب بكل سهوله كناخد سكين وكنحاول ندوز على الجوانيب كيف ما كتشوفو كناخد شيزكيك ديال نجمد بزاف لذلك حاولوا تكونوا حادرين في هاد المرحلة باش ميتارش ليكم صافي من بعد فكنحيد القلب بكل سهوله وكنمر لطريقة ديال تزيين باش ما خليتو هاد الشيزكيك فتلاجة مدة اطول باش ما كيجيزوين بزاف هلايا غدا نحاول ان ينقاد هادوك الحواف يائما بهاد الادات هادي او لا ديرو غير ليد ديالكم من الفوق باش هقا تقادوا الحواف وما يبقاوش حرشين صافي وقبل ما ندوز لطريقة ديال تزيين فكنحاول ان ينقاد الجوانيب بهاد الشكل هادا باش ما يجينيش تشيزكيك بشكل عشوائي يجي عاطي منظر زوين وكيف ما قلت لكم دائما طريقة ديال تزيين كتبقى على حسب الرغبة ديالكم انا هنا اختارت انا ندير القانش على شكل دميعات بهاد الشكل هادا غادي تخليوا القانش ديالكم غير يدفى شوية وما تخليوا شحته يبرد فصراحة لانه والجو بارده ما ضغيك كي يشد فراسه غير يدفى شوية يبقى وددروا هاد الدميعات على هاد الشكل هادا ودائما طريقة ديال تزيين كتبقى على حسب الرغبة ديالكم احنا غايك نعطيكم افكار باش هكا اضيفوا الافكار ديالكم افكار جديدة صافي وهذاك الشي اللي بقى ليه في القانش كنديرو من الفوق على هاد الشكل هادا فالصراحة هاد طريقة ديال تزيين سهلة بزاف ما كتحتاش شي ادوات اللي كتكون زي ما ما كنينش في الدار يمكن لكم تستعملوا اير ملعقة ديالو في هادوك الدميعات ومن بعد ما كتخليوا القانش في الواسطة ديال تشيز كيك ديالكم فكتدوزوا على هاد الطريقة هادية اما بسكين او لاسباتيو اللي متوفر عندكم هناك نحاول ان ينقض سطح دياله نزيين باش يجيني شوية مستاوي ميبقاش عشوائي ومن بعد يمكن لكم تزيينه بحوبيبات من الشوكولاتة من الفوق انا اختارت انني ناخد الشوكولاتة ونحاول نجره على هاد الشكل هادا هو باش غادي نزيين فكن وضع الشوكولاتة اللي نجرت على هاد الشكل هادا بالجوانب يمكن لكم ديروه في الفوق دياله كامل او لا تشريوا حبيبات من الشوكولاتة وتزيينو بهم فدائما الافداء كي يبقى لكم فغير بغيت نقول لكم بالنسبة لطريقة ديال الاحتفادة ديالها بعد ما كتزيينو فحتفظوا بهاد الشيز كيك غير فتلاجة ما شيف المجمد حنا وضعناها في المجمد في الأول غير باش يشد راسو ويجينا بشكل زوين من بعد غادي تحتفظوا به غيف تلاجة ما اللي تبغوا تقدمه غادي تخرجوه تقريبا بواحد عشرة ديال الدخيق قبل ما يتقدم في الطابلة فهدا هو الشكل ديال النهائي ديال الشيز كيك ديالنا كيف ما كتشوفوه صراحة ما فيه ميتا يمزوين بزاف وحتى المدق ديالو كيجي رائع جدا غادي تشوفو معايا دقيقة عالي قطعت معاكم كيجي زوين بزاف وبصراحة كيجي بشكل احترافي ما كيجيش تدعمه شكل ديالو ما زوينش بزاف الموهم شوفو معايا كيجي متماسك وشد فرصو صراحة كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه هادي ما تنسونيش بالتعليقاتكم وبتشجيعتكم للفيديو لان القناة صراحة بزكا تهبط بزاف بزاف كنتمنى انكم تشجعوني هنايا غادي نشارك معاكم المكونات اللي استعملت بالنسبة للبيسكويت استعملت هذا البوتي بالنسبة للبوتي دير 15 درام ولكنها في 400 قرم نحن ناخد منه غيجج ديال القطع يعني الى بغيتو تشاريعه الصغير غادي اطلع لكم مرخيص غادي نحلو معاكم باش تشوفوا ماش حال فيه في 3 3 ديال القطع كل وحدة فيها 133 قرم نحن بالنسبة للفيديو هادا ناخدينجج ديال القطع ويمكن لكم دروع قطعه وحده على حسب الحجم اللي بغيتو انتم ديال البيسكويت وايضا يمكن لكم استعملوا اي نوعية ديال البيسكويت ما شاء غير هذا وبالنسبة للشوكولات فاستعملت اقبال هذا مكونات اللي استعملنا في هذا الفيديو اللي فيه 55% من نسبة الكاكاو ويمكن اللي قوم تشريه وغير هذا خمسة دراهم حتى هو يكون فيه 50% من نسبة الكاكاو بالنسبة للجبن فاستعملت هذا اللي كيدير 10 دراهم انتم ما شوفوا معايا التامان دياله فيها واحد نسبة قليلة من الملحة ولكن مشي مشكل وفيها تقريبا مية وستين جرام في الوزن دياله هادو هما المكونات اللي استعملنا في هاد الفيديو كانت منا ان الوصفة دياليوما تروق اه اعجابكم ونطلقا ان شاء الله مع اه وصفة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله دومتم في رعاية الله وشكرا جزيلا الشكر على المشاهدة ديالكم لهذا الفيديو كذلك على اه وصفة جديد انا اتشجيكم